السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تبعيني الاعزاء في قناة ناني لايف هنتكلم في الاوديو دو عن طاقة الهارب وعن الطاقة العامة الكونية ان شاء الله اتمنى منكم ما تنسوش دعم القناة بلايك وشير وساويسكرايب لو مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل الجرس للكل عشان يوصلكوا كل لايفاتنا وكل اوديوهاتنا ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم مبدعيا كده بسبب شدة الطاقة لان القلاب الصيفي والامر الجديد اللي في الجوزاء فالطاقة شديدة شوية علينا حاولوا تكونوا حذرين شوية مع اجسامكم اشربوا مية كتير جدا حطوا اقدامكم ارجلكم في مية سواء مية بملحة سواء مية بمية ورد المهم الاستحمام الاستحمام كتير قوي حاولوا ان انتوا تزوروا البحر حاولوا ان انتوا تنزلوا المية بقدر الامكان يعني مش قادرين واشربوا مية كتير كمان يعني حاولوا بقدر الامكان ان انتوا مش قادرين حتى تنزلوا بحر حطوا اقدامكم بس فقط لغير الاستحمام كويس والاسترخاء ممكن تاخدوا حمامات مية بزيت لفندر هتكون كويسة جدا ليكم في الفترة دي وشرب المية مهم جدا 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 في الفترة دي يعني اشرب المية زي ما انت عايز وزود زود قوي تمام؟ لانه خلقنا من الماء كل شيء حي الطاقة دي ممكن تكون شديدة شوية وممكن نكون ممرناش بيها قبل كده فعشان نمر ونعبر البوابة دي لازم تحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تساعدوا اجسامكم كمان بسبب صعود الارض والتحول من البعد التالت للبعد الخامس الاهتزازات الكهرومغناطسية للارض عالية شوية لذلك ممكن بعض منكم طبعا مش كل الاعراض اللي هقولها لازم تنطبق في كل شخص لا كل واحد ممكن ينطبق عليه حاجة منهم يعني ممكن تحس بارهاك شديد بنعاس انك عايز تنام اثناء النهار بالليل هتلاقي نفسك عندك قرق شديد جدا مش قادر تنام البعض هيحس بألم في عضلة القلب ودي بقالها 48 ساعة هتحسوا بالتهاب في المفاصل او العضم ألم في المفاصل او العضم بتاع الجسد انتوا مش قادرين تتحملوا ألامه ألم شديد جدا في الظهر احساس تقيل بالساقين ان الرجل كده تقيلة مش شيلاج تحس ان جسمك تقيل البعض ممكن يحس بان أعضاء في الجسم بتهتز او فيه اهتزازات معينة في بعض مناطق في الجسم كمان الألام الأسنان الرؤية ممكن تكون شوية فيها تشويش احساس بالدوار احساس بزدع ألام منطقة الرقبة كمان منطقة شاكرة تاج هتلاقي ضغط كده على مستوى الجبهة مستوى جمجو معموما هتلاقي فيه ضغط كده عليه وده طبعا بسبب توسع الغدة الصنبورية وده بيكون نتيجة الطاقة اللي بيتلقاها الجسم كمان ممكن البعض منكم يحس بقلق يحس انه بخوف يحس كده ان هو قلقان ومش عارف هو قلقان من ايه البعض ممكن يجي له شعور بالحنين لو هو في بلد مخترب عن بلده ممكن يجي له حنين كده بانه هو نفسه يزور بلده ونفسه يقعد مع أهله البعض هيحس بحالة من الحزن وذكريات الماضي وشوي الدراما كده كمان بعضكم ممكن يحس بحيواته الأخرى أو بأيام الطفولة يعني يحس كده يبتدي يسترجع ذكريات الطفولة يبتدي يسترجع القصص اللي كانت في طفولته كمان بعضكم ممكن يحس كده بانه هو مش لقي نفسه وسط الناس اللي حوالين منه سواء أصدقائه أو أفراد أسرته أو حتى مع شريك حياته اللي هو موجود معاه ممكن يحس إنه هو مختلف مش لقي نفسه إنه هو ما ينفعش يكون على الأرض دي أو وسط المجموعة الناس اللي حوالين منه دول يحس بنفسه كده إنه هو مشتت إنه هو تايه البعض مننا برضه هيحس بإنه ممكن تكون فيه صدمات حية وصدمات ما تحلتش عنده يعني الصدمات دي موجودة من الطفولة وللأسف لسه ما تحلتش وموجودة عنده في العمق حاولوا إنه إذا ظهرت قدامكم الترومات دي الصدمات حاولوا إنه إنتوا تعالجوها في الوقت الحالي كمان حاولوا إنه إنتوا ترتاحوا وتسترخوا على قد ما تقدروا وحاولوا شرب الميا زي ما قلنا أكل الخضر والفكهة عايزة بس نوع على الحاجة معينة قبل طاقة الهارب لازم تفهموا قائز جدا العلاقة ثابتة في سيناريو المراحل بتاعتها يعني المراحل بتاعتها واحدة ولكن المراحل دي عشها التوقم إزاي بتختلف من توقم لآخر ليه بقى أنا بقولي الكلام ده لإن فيه ناس كتير بتيجي بلاقيها في الكومنتات بتكتب للآخر بتكتب لأصدقائهم بتكتب أو لأي حد حاطت كومنت على القناة بيقوم راضد عليه ولأ ده ما ينفعش ولأ ده ما يحصلش ولأ ده كذا ولأ ده كذا وارد جدا إنه يحصل أي شيء أحنا ما نعرفوش ما بين كل توقم والآخر لأن كل توقم مختلف عن الآخر والسيناريو بتاع هيكون مختلف عن الآخر والشخصيات كمان هتكون مختلفة عمر ما شخصية ده هتكون زي الشخصية ده كلنا بصماتنا مختلفة فطبيعي إنه هم المراحل اللي عاشوها مع بعض في السيناريو بتاعهم آه هتكون ثابتة ولكن هتكون مختلفة في السياج بقى زي ما بيقول كده السياج الدرامي اللي بيبقى موجود ما بينهم وما بين بعض كتوقم عشان كده دايما نقول ربما ممكن وارد جدا لكن إنه نقول ونجزم بإنه كل يكون واحد لأ طبعا ما فيش حاجة اسمها كل يكون واحد وكل يكون زي بعضه تمام؟ عايز أقول لكم كمان إن طاقة الأمر دي قوية جدا ومشرقة فحاولوا إن انتوا تحطوا أهدافكم اتخلصوا من الشك اطلقوا مخاوفكم ابعدوا عن أي شيء كاذب عن أي شيء غير صادق في حياتكم كمان ممكن تكتبوا نواياكم أو تحددوا نواياكم النهاردة وهيكون خير ليكم إن شاء الله كمان عايزة نوع عن نقطة معينة هل الطاقة دي والأعراض دي هل بيحقية بس مخصصة للتوائم؟ لا طبعا هي على الناس كلها ولكن البعض على حسب كل واحد على حسب وعيه البعض منهم بيدرك تماما إن دي نتيجة الصعود صعود الأرض أو نتيجة طاقة الأمر الجديد أو إن هي أعراض عشان هو من عمال النور أو بزور النجوم أو زوهاري أو توائم لكن كله هيحس بيها مش شرط طوائم الشغل عشان فيه بعض الأشخاص في الاستشارات فتي تقول أنا بحس بنفس الطاقة اللي انتوا بتقولوها أوكي ما هي نفس الطاقة دي لأن انت عايشة على الأرض معانا فطبيعي إن انت هتحس بالطاقة دي لكن مش هتحس بالطاقة دي عشان انت لازم تكوني طاقم شغلة أوكي خلي اتفاقنا على كده ولازم تبقى عارفيني إن كله بيحس بيها بس طبعا فيه اختلاف وعي فيه ناس بتحس إن هي مريضة فيه ناس إن هي برضو ممكن يكون إن هو فعلا على فكرة الطاقة دي مش معناها الطاقة دي بتيجي لفترة قليلة جدا وبتنتهي يعني بتاخد مثلا يومين تلاتة وبتنتهي لكن اللي عنده الأعراض دي متزمنة معايا وموجودة على طول لابد من زيارة الطبيب وده مهم جدا يعني مش معنى إن احنا بنقول الطاقة دي وطاقة صعود الأرض إن انتوا تبعدوا عن الطب أو إن انتوا ما تكشفوش على نفسكو وتتطمنوا على أكساتكو ليه بقول كده؟ لإن فيه ناس بتقول أنا عندي صداع متواصل أنا بيجي لي صداع على طول أنا ألم أسفل الظهر أو ألم الظهر والعظام على طول لأ أطلب منك إنك تروحي لطبيب وتكشفي وتحليلي وتتطميني على نفسك نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم تاني ونرجع لطاقة الهارب في علاقة طاقة مش شوالا الهارب بعض الهاربين طبعا الطاقة عامة بتنطبق على البعض وليس الكل بعض الهاربين هيكون في حالة من الشعور بالرضى بعد ما كمل كل حاجة في حياته وأحسس إن هو كده تمام ووصل اللي هو عايزه والبعض منهم حاسس إن هو في كمة النجاح وفي كمة التطور خدوا بالكو كمان إن هم مبارح كان عندهم أرق جامد جدا جدا بعض الهاربين ما نمشي الليل زي ما بيقولوا كمان إنتوا هتحسوا شوية كده بخليط المطاردين هيحسوا بطاقة شرياء بطاقة عالية جدا جنسية بطاقة حب لمشروط فيه تشتيت كده تحسوا شوية بحبوا شوية بكرهوا شوية اللي هو كده يعني تمام بعض الهاربين كمان فيه اكتشافوا حقائق الحقائق دي حسستهم بحالة من عدم الرضا يعني عارفين كده اللي فرحته ما بتكملش يعني مثلا تلاقي واحد فرح جدا 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 واسفجأتا لقى حقيقة ظهرت في الناس اللي حوالين منه والحقيقة دي على فكرة تخص الطرف الثالث فلاقى الحقيقة دي قلبت كيانه وقلبت دماغه البعض منهم كان في علاقات سرية العلاقات دي كمان اتكشفت للطرف الثالث واتكشفت للبيئة المحيطة بيه وعملت له بالفعل مشاكل طيب حتى لو كانت العلاقة اللي في السر دي هي علاقة المطاردة بالهارب ما فيش مشكلة خالص حطي في دماغك ان الهارب ممكن يبعد عنك فترة وبعد كده يرجع لك تاني لانه ما فيش هارب في علاقة توقم الشوالة بتنتهي علاقته بتوقمته تمام؟ هتقوليلي ازاي ده فيه كذا فيه عواقق اللي عندهم عواقق فعالية سواء انها في جنسية في ديانة في اختلاف في العمر ولكن هو اساسا الهارب ما بيبقاش حطت في دماغه خالص اختلاف السن اللي ما بينكم طب ازاي وهو فيه عواقق وعنده طرف تالت وعرف بالموضوع وعمل له مشكلة والدنيا بزت معاه طب ما هو كده مش هيجاوزني بس هو حتى لو ما تجاوزكيش هو هيفضل من قانن لاخر بيتمئن عليك وهو ده المهم ان يكون فيه محبة في الله وان انتوا تبقوا مجرد اجتماعكم مع بعض حتى ولو كنتوا اصدقاء حتى ولو كنتوا بتعملوا عمل خير لناس معينة بتساعدوا الاخرين فده يكفي لان الكون عايزكم تبقوا مع بعض الكون عايز التوأم دول يبقوا مع بعض لان اتقاطكم الايجابية بتكون عالية جدا على الارض بعض الهاربين هيكون فيه ثقة متبادلة ما بينكم جامد جدا في الفترة اللي جاية هتلاقوا ان هو بيتكلم معاكم بمنتهى الثقة بيحكي لكم كل حاجة بمنتهى الاريحية ما بيخبيش عنكم حاجة في الفترة اللي جاية البعض من الهاربين ممكن تلاقوا محبط متلاقوا عنده حالة من اليأس كده محتور متردد لسه مش عارف ياخد قرار لسه مش قادر ياخد خطوة تلاقيه مثلا بيقرب لك ويقوم بعد على طول يبعد ميسج ويقوم مسحة يرقبك من بعيد لبعيد هو لسه مازال تحت ضغطه كمان خدوا بالكم ان الطاقة بتأثر عليه زينا بالظبط واحنا بالنسبة للمطاردات عموما او المطاردين بيكونوا علشان عارفين السبب بتاع الطاقة زي ما بيقولك كده اذا عرف السبب بطول العجب فهو بالنسبة له مش عارف السبب فبيبقى محتور بيبقى تايه بيبقى مش مركز بيبقى الآن على نفسه صحيا كمان فاخدوا بالكم ان هو تردده ده وطبعا انت مش هتقولي ان انا اروح اكلمه في موضوع ده الطاقة والصعود وكلام ده هو مش هيهمه الكلام ده وعلى حسب وعيه يعني كل واحد برضو مختلف لان فيه ناس بيكونوا درسين طاقة وفاهمين فيه هاربين بيكونوا وعيين بالامور دي لكن فيه اشخاص غير وعية البعد التالت واللي انهماك في البعد المادي واخدهم جامد جدا جدا ومش هيركز معاك في كده فلو هو من النوع ده لا متحاوليش ان انت تطوري منه يعني متحاوليش ان انت تتكلمي معاه في كده سبيه هو استبى استبى يعني يمشي خطوة بخطوة زي البيبي كده مع نفسه يعني ما تتعجلوش حاولوا أن انتو ما تتعجلوش الامور معاه دلوقتي فيه تواصل روح جامد جدا ما بينكم وما بين بعضو فيه تخاطر عالي جدا ما بينكم وبين بعض بعض الهاربين كمان اتعرضوا لانهيارات اتعرضوا الكرمات كبيرة جدا في الوقت الحالي او الوقت اللماضة كمان اتعرضوا لصدمات كمان سواء في شغلهم او في حياتهم الشخصية اتعرضوا لحاجات كتيرة جدا ودي نتيجة عدتهم السيئة حتى منهم اللي كانوا مدمنين ممكن تلاقوا البعض منهم تخلى عن الإدمان في الفترة دي وابتدى يطهر جسده والبعض الآخر لسه ما اشتغلش على نفسه أو لسه غير واعي وللأسف ده ممكن يحصل له صدمة كبيرة في الوقت ده عايزة أقول كلمة للهاربين والهاربات اللي بيسمعون دلوقتي بالأخص للهاربين حاولوا أن انتوا ما تركزوش قوي على الماديات يعني حاولوا أن انتوا تكونوا مهتمين بنفسكم وبصحتكم أكتر بلاش الاهتمام بتجميع الفلوس بلاش الاهتمام على أنك عايز تحصل يعني تحصلوا على الغالي والثمين وكل حاجة يعني حاولوا أن الفلوس دي مجرد أدوات مش حاجات نقعد نفتخر بيها لأ ركزوا على مستقبلكم حاولوا أنكم تركزوا على مهاراتكم على إبداعاتكم على إمكانياتكم عشان تقدروا تحققوا نجاح أكبر التركيز على الفلوس مش هو ده اللي هيحقق لك النجاح بالعكس لما تركز على إبداعاتك ومهاراتك هيكون أحسن على روحانياتك اسمع قلبك واسمع حدسك كويس جدا هتقدر توصل للي أنت عايزه بدون ما توقع في مشاكل وبدون ما تتعرقل العلاقيل اللي أنتوا بتقابلوها كتير يعني الهارب بالذات كل ما بيقف على رجله بيرجع يقع تاني كل ما بيقف على رجله بيرجع يقع تاني وهكذا وهيفضل كده طول ما هو غير واعي طول ما هو ما بيتكلمش مع روحه طول ما هو ما بيسمعش حدسه ما بيسمعش قلبه مش مدي فرصة نفسه أن يقعد مع نفسه شوية البعض من الهاربين دلوقتي عندهم خوف رهيب جدا قليئين عندهم قلق شديد جدا القلق ده ممكن يكون من ناحية صحتهم خدوا بالكو سواء مديا أو صحيا هيبتدوا يركزوا شوية على جسمهم هيبتدوا يركزوا يعملوا تحليل يعملوا أشعة يروحوا للدكتور لأننا زي ما بيقضلوكو هما مش وعيين بالطاقة اللي بتحصل فهيحسوا بلغبطة في أجسامهم كلهم هيبتدوا أن هما مش كلهم يعني البعض منهم هيبتدي أن هو يحاول يهتم بصحته قوي هيكون قلقان جدا وشغوف جدا على صحته في الوقت الحالي أقول كمان أن في بعض الكاربونات عند الهارب هتكون مؤثرة جدا عليه لأنها ممكن تهز سمعته عارفين كده في رد مظالم يعني في رد مظلمة هنا من الله سبحانه وتعالى في حاجة هتحصله الشيء ده ممكن يكون فضيحة فضيحة تأثر على سمعته وفضيحة مش هيقدر يواجهها اللي كان بيخفيه دايما هيتحاسب عليه دلوقتي هيبتدي محاسبته عليه سواء منك أنت كمطارد أو مطاردة أو سواء من الناس المحيطة به المهم أنه هو أساسا بعضهم دلوقتي بياخد كارمات فضيحة جدا والكارمات دي جاي في سمعتهم اللي هم عاشوا طول عمرهم بيخافوا عليها وبيحافظوا عليها حتى لو هم لابسين ماسكات وأن هي دي مش الحقيقة بتاعتهم ولذلك زي ما بنقول كده السواق الكارمية والكارمة هتضربهم في الجزئية اللي هم دايما بيحافظوا عليها ودي للأسف هيكون لها تأثير فيما بعد في مستقبلهم يعني البعض منهم كمان ما زال الطرف الثالث مسيطر جدا عليه رغم حزنه ورغم فقدانه لتوقامته المطاردة رغم ده كله الطرف الثالث مش سعباه في حاله زي ما قلت لكم قبل كده البعض منهم الجدد لهم أصحرهم البعض منهم طبعا احنا عارفين ان التوقيت ده كله هو شغل الشر ولكن ان شاء الله طاقة النور هي اللي هتنتصر في الآخر عايزة اقولي الهارفين اخدوا بالكم من نفسوكو شوية حاولوا ان انتو تعملوا تأمل شوية عودوا مع نفسوكو واسمعوا روحكو شوية لان ده يفتكو أكتر ما تقلقش على صحتكو يعني ما فيش قلق خلص من ناحية صحتكو ان شاء الله كل المشاكل الصحية اللي انتو بتمروا بيها انتو خدتوا فترة في عملية استشفاء عملية شيك أبا على نفسوكو ان انتو تتطمنوا على أحوالكو ولكن فعليا انتو محتاجين ان انتو تلجاوا لله عز وجل في الفترة اللي جاية دي بعض الهارفين كمان في غيرة في غيرة جمدة جدا غيرة وحيرة عشان بردوا ايه لو سمعتوها حيرة لا هي غيرة وحيرة غيرة وحيرة على المطاردة اللي ما بقتش بتسأل فيه اللي ما بقتش زي الأول المتلهفة عليه اللي هي بقت بتعامله بنفس معاملته يعني هي أصبحت المطاردة بتقوله انت مثلا دلوقتي لو احنا طول الوقت المطاردة بتسمع قولت اتشافي فك التعلق اتشافي فك التعلق فبيجي لها وقت تقولي نفسها طيب اشمعنا انا اللي اتشافي وانا اللي فك التعلق والهارب لا لغاية ما وصلوا بعض المطاردات لمرحلة ان هو انا مش عايزة الهارب أساسا يعني انا خلاص انا الموضوع بالنسبالي انتهى وهشوف حياتي وابدأ من جديد وهو ده الصح على فكرة ان هي تشوف حياتها فعليا طاقة تانية على طول لازم تتشافى ولازم تاخد وقتها وفرصتها عشان ما ترجعش تندم بعد كده تحاول انها تتماسك وتكون مكتفية بذاتها ما تكونش في احتياج خالص نهائي للهارب فابتدت خلاص اللي هي ما بقتش بتسأل زي الاول يعني بيبعت ميسج ما بقتش بترد عليه ممكن ترد عليه تاني يوم ممكن ترد عليه بالليل اللي بعتها هو الصبح ترد عليها هي بالليل ليه بتعمل كده لان هي خلاص ملت من الموضوع عوجلة حالة ملل عارفين كده سمير سعيد حالة ملل هي حالة ملل فعليا جات لهم لان قدوا وقت طويل وقت طويل فعليا في الاستشفاء مع الطاقة اللي بتحصل الطاقة الكونية اللي بتحصل لهم مع الاضطرابات النفسية اللي بتحصل فصلت لمرحلة ماشي انا عارفة ان انت توقمي وعارفة ان انت بتحبيني بس الروح هي اللي بتحبيني لكن اجساد مادية لا انت مثلا بتدور على العلاقة الجسدية فقط لغير لكن ما بتدورش على تتويج العلاقة طبعا بعيدا عن الناس طبعا اللي تم الاتحاد ما بينهم وارتبطوا فعليا او توجوا العلاقة ورسموها ما بينهم ومبين بعض فعليا ولكن احنا بنتكلم في النقطة اللي هي خلاص بعض المطاردات اخذت طريقها فعشان كده هتلاقي الهارب عنده حيرة وعنده غيرة ليه هي ما بقتش معاه زي الاول ليه هي بقت كده وفيه طبعا متاردات دخلوا علاقات تانية وبالفعل الهارب عرف يعني لما تيجي واحدة تقول لا ده انا ما قلتلوش لا ده كذا لا هو بيعرف على فكرة وبيحس كواس جدا وبيبقى فاهم ان انت قريدي دخلت علاقة تانية مع طرف اخر لذلك برضو هتلاقي الغيرة لان الهارب اساسا بيرائب من بعيد لبعيد دايما يعني دايما بيبقى عامل عليك اكتشف ان هما كانوا في علاقة قرمية او كانوا في علاقة توكسك بالفعل وده هيصدمهم في الاول ولكن بعد كده هيحسوا بالتوازن هيحسوا بان هما ارتاحوا ان هما وصلوا لنهاية المطاف وعرفوا نهاية العلاقة اللي هما فيها ايه بدل ما يكونوا جوه حلقة بيدوروا فيها هي هي البعض من الهاربين هتلاقيه بيقولك اصبري عليه شوية مركز على حاجة بيعملها مركز على شغل بيعمله مركز على شيء ما هو عايز يطور من نفسه من اجل مطردته في الوقت الحالي طيب هل هو لو قال لي انا مركز دلوقتي على نفسي وشغلي وحياتي وانا قدامي فترة ما قبل ما ابتدي اعمل معاك خطوة هل انتظره ده اختيارك انت تنتظري او ما تنتظريش تمام طيب هل ده هو قال لي خلاص انهي العلاقة وانا مش هكمل في العلاقة دي وانهيها وانسيها ابعدي تماما وانسي العلاقة فعلا وركزي على نفسك وتشافي وهو لو توقم شغلة بالفعل صدقيني كل ما بتركزي على نفسك وبتتشافي انتو مربطين انتو اللي اتنين بحبلة اسيري واحد فاكل ما بتركزي على نفسك وبتحب نفسك وتشافي وبترفع استحقائك صدقيني هو بيرجع ثاني المهمة في العلاقة دي حب الزات هو بيجاي بيعلمك ازاي تحب نفسك ازاي تعتني بنفسك ازاي ترفعي استحقائك ازاي تطوري من ذاتك ازاي تركزي على نفسك كل ما هتركزي على نفسك وكل ما هتحبي نفسك كل ما هو هيحبك وكل ما هو هيتشدلك البعض ممكن يتلقى هدية من الهارب في الفترة اللي جاية دي او ممكن يقولك ان انت تشتغلي معاه او ان انتو تعملوا مشروع مع بعض المهم ان هو هيحاول بقدر الامكان ان هو ما يبعدش عنك في الفترة اللي جاية كمان هقول ان منهم الهاربين لسه مازالوا حطين حدود لسه مازالوا متوترين لسه مازالوا خايفين لسه عندهم الخوف مأثر عليهم لسه عندهم البعض كمان عندهم الايجو لسه مأثر عليهم دول تدعلهم بقى بالتشافي وربنا معاهم وانتو ركزوا على انفسكم صلموا العلاقة لله صدقوني هترتاحوا جدا وربنا هيرايح قلوبكم جميعا مرسي جدا لكم بشكركم والحقوق كراءات خاصة باستشارات موجود حساب الانستجرام تحت في صندوق الوصف اهلا بكم الحجز من خلاله شكرا لكم كانت معكم حنان عليه السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته